فاكهة. انا شوفت عملاجر النهاردة ايه وعشان اخلصوك الامتحان كله. طيب بسرعة كده قطعة نحو سريعة سريعة تعمل الدولة واللي احنا مش هنلحقوا فيها خليهولكو واجب. وواجب هتابع والله انا بتابعوا معايا على الصفحة اوي وامتابع معاكو اوي. تعمل الدولة على ترسيخ مفهوم المواطنة الذي يقوم على مبادئ سامية اهمها التعاون والانتماء لوطننا ايه مصر. فحبز العمل من اجل نهضة الوطن فيا طالب العلم يكون حريصا على ترسيخ المبادئ. قطعة مهمة جدا على فكرة. ومن القطع يعني انا بحبها القطعة. مش بحبها عشان عشان فيها كلمات كده حلوة وكلمات هتلاقيها معانيها سامية يعني. طيب تعمل الدولة على ترسيخ مفهوم مفهوم ركز اوي كده الكلمة بتاعة مفهوم دي هتيجي بعدها كلمة مواطنة وبعد كده هتيجي مبادئ وهتيجي حريصا. اول واحدة اعرب ما تحته خط. اعراب كلمة الايه? المواطنة. بصولها كده? المواطنة. مضاف الايه? مفهوم ايه? شفت الكلمة جات ايه? مفهوم المواطنة. شفت الكلمتين اللي ربطين بعضهم بماشبك? مربطين بكلمة واحدة. مفهوم المواطنة. المواطنة تعراب ايه بقى? مضاف ايه مجرور وعلامة الجر الايه? الكسرة. طيب سامية. السامية جاءة من السمو او العلو. طبعا سامية هنا شوف انا بقول ايه? سمو وعلو. يعني بعد كده بوصف. يعني انا في ايه? وصف للمبادئ. يقبع على مبادئ سامية. على مبادئ ايه? سامية. يبقى سامية هنا هي الايه? هو الوصف اللي عندي يبقى ده نعت والنعت هنا مجرور وعلامة جر الكسرة لان اللي موجود عندي هي ده اللي جاي. كن حريصا. كن حريصا. طبعا زي ما انا قلت قبل كده في قبل كده كانة وكانة مفيش حاجة اسمها كانة. في عندي كانة. يكون وكن. هي كل بتصريفاتها هو فعل ناسخ. ومدام جاب لكن الفعل الامر دائما يختفي فاعله بيروح كده بيتدارة. لان بتؤمره فبيجري. فهنا دايما الايه بقى? كن هنا بقى الفعل اللي عندي او اللي بيقوم بالدور ده او اللي يقوم بالدور الفاعل هو اسم. اللي هو اسم ايه? اسم كن. بقى اللي تواجد لازم يكون ايه? خبرها. عشان كده حريصا هو خبر كن منصوب وعلامة نصبه الايه? الفتحة. وعلامة نصبه الايه? الفتحة. طبعا لو سألتوكوا ايه اللي هيجي بعد كده? يعني لو سألتوكوا سؤال دلوقتي ايه اللي جاي? هتقول لي ايه? ايه واستخرج. طيب ده الاستخراج اللي هيجي بقى بعد كده هيقول لي ايه? استخرج من القطعة او من العبارة السابقة ما يأتي. الاستخراج بسرعة عشان اقول لك ايه اللي ممكن يتم. الاستخراج بيقول ايه اول حاجة بدلا ودين نوعه انا قلتلك طبعا عشان برضه بسرعة البدل اللي موجود هنا هو كلمة ايه مصر ونوعه بدل ايه مطابق يبا ده البدل هو كلمة ايه مصر وهي كلمة مصر مذكورة مرة واحدة من نوعه هنا نوعه ايه طبعا انا ممكن اشيل الوطن واجيب مصر اشيل مصر واجيب الوطن فهي كلمة زي ما احنا قلنا قبل كده في القطعة او القطعة اللي قبل كده البدل هو ده البدل المقابل ممنوعا من الصرف وبين سبب المن على فكرة من الاسئلة المهمة جدا الممنوع من الصرف وانا شرحت فيه حساس كتير قوي لكن في القطعة اللي موجودة معايا فين الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف مبادئ هي حضائق مش دي كلها صيغة منتقى الجموع ومصر دائما شغالها معايا في الممنوع من الصرف عشان تقبع عرفها وان شاء الله القطعة اللي جاي لك في الامتحان فيها مصر وهيقول وهيقول لك استخرج الممنوع من الصرف وهتعرف ايه اللي حصل في الممنوع من الصرف يقبع الممنوع من الصرف في مصر لانها علم ايه مؤنس لانها علم ايه مؤنس طيب نقول بعد كده لللي جاي منادة واسكر نوعه انا هقول لك بقى الاستخراجات بسرعة وانت تقولها عشان هيبقى الواجب المنادة هيبقى مين المنادة اللي عندي هنا فين المنادة اللي جاي طالب يعني انا لسه بقولك بقى ايه انا بتكلم على مين يا طالب طالب ايه العلم يبقى المناده هنا نوعه ايه يبقى المناده نوعه مضاف المناده نوعه ايه مضاف اللي جاي بسرعة ايه اللي جاي مخصوصا بالمتح واعربه المخصوص بالمتح انا قلت عندي المتح والزن اوضحها لك عشان تبعارف مش اللي موجود هنا بسرعة كده انا عندي نعمة وحبازة دول متح بس نغير اللون ولا حبازة دول زن اللي مقصود عندي هو قال لي مخصوص بالمتح يبقى انا بدور على مين بدور على نعمة او حبازة طيب من غير ما بدور وابحث لقيت كلمة ايه حبازة موجودة معايا هيت يبقى فحبازة العمل يبقى هو ده المخصوص بالمتح اللي عندي اللي هي العبارة اللي موجودة عندي او الاسلوب اللي ايه المتح اللي موجود طبعا هو قال لي ايه بقى هرجع لك لها كده عشان تعرف هو طالب ايه مخصوصا بالمتح واعربه انا قلت حبازة الايه العمل يعني العمل هو اللي هو الايه المخصوص بالمتح لو عاوز الاسلوب كله تقول له حبازة العلم من العمل من اجل نهضة الوطن ده الاسلوب لكن انت لما يقولك استخرج مخصوصا وهي اللي تيجي في الامتحان بالمتح اللي هو هيبقى ايه كلمة الايه العمل والعمل هنا مبتدأ مؤخر وجوبا واحنا عارفين وجوبا يعني فرض يعني مفيش فيها قولي تقولي جائز جائز ان يبقى ايه مؤخر جوازا يعني ينفع يتأخر او لا الا وجوبا يعني لازم يكون العمل ده مبتدأ مؤخر مرفوع العلمة رفع الايه الضمة يقبل مخصوص بالمتح هنا مبتدأ ايه مؤخر اجب بما هو مطلوب بين القوسين فيما يأتي زم الصفة السابقة بفعل زم مناسب على فكرة شكل جديد مش انتو شايفينها شكل جديد يعني انا جبت لك الاهمال انا كنت دايما استخرج مخصوص بالمتح طيب اسلوب متح اسلوب زم كله ده شغال لكن انا اجيب لك صفة زميمة واقولها لك بقى كده يعني انت اللي هتصنع الاسلوب انت اللي هتجيبه زم الصفة دي تقول ايه بقى فيها لما تزمها لتنين انا عندي لا حبازة وعندي بئسة طيب واحد هيقولي هو قال لي زم بفعل زم مناسب زم انت جبت يا مصر انت جبت الاتنين جبت مرة لحبازة وجبت مرة بئسة لازم اجيب كده في الامتح اقولك لأ انت تجيب واحدة بس يكفي لكن انت زم انا قلت بقى طالب مدرسة على الهواء وطالب مصر التعليمية عاوز يجود لا يجود يجيب اللي انا جايبه ده يبقى مرة لحبازة يبقى لا حبازة الاهمال ومرة يجيب لي بئسة يقول لي بئسة صفة الايه مش كسؤال او حل للسؤال يا غافلون مالنا نعمل ايه افيقو خد بالك من دي بقى عشان هسيب لك فيها تريك كسؤال اجعل المنادة ناكرة غير مقصودة وغير ما يلزم ايه ده ايه ده على فكرة من الحاجات اللي كايبت توهكوا هي الناكرة والناكرة غير المقصودة اللي موجودة طب المنادة اللي هنا عندي ما خلاص غافلون انا عارفها طب اخليها ناكرة غير مقصودة ازاي وهي دي بقى اللي انا هقولها لكم سؤال من اسئلة الحلقة ركز فيها قوي انا خليتها ايه يا غافلين افيقو ايه ده ايه ده فيهمت حاجة لا مش ما فيهمتش وانا هسيبها اه اركز بس فيها عشان ده سؤال انا عملت ايه انا انا شوف سؤال عامل زي الفوزير كده انا عملت ايه انا فوق قلت يا غافلون افيقو وبعدين قلت لك بقى المنادة ده خليه ناكرة غير مقصودة وغير ما يلزق فبقت يا غافلين افيقو انا عملت ايه وليه حلو السؤال انا عملت ايه وليه ده سؤال الحلقة وده السؤال الاهم مش التعبير اللي انا جايبه عشان تركز فيها واقرأ تعليقاتكم طيب بص كده يا معلم تمتع بالرفق اجعل الجملة السابقة لغير الواحد وغير ما يلزق واحد يقول لي محقولة هتيجي كده حاجة زي دي في الامتحان ليه بقى المسنة والجمعة والحاجات اللي احنا فيها دي هتيجي ما انا قلت لك انا بجيب بيتدرج الامتحان من السهولة للصعوبة او العكس تنازلي من الصعوبة للسهولة لازم تبقى مركز في دي اجعل بقى دي يقبع عندي هنا مرة مسنة لما يقول لي خير الواحد هو ما حددش يقبع عندي مسنة وجمع هل يجوز ان انا اجيب حاجة منهم بقى ويقول لي ايه انت في الاولانية انا قلت لي انت جايب اتنين في اللي هو الزم هنا لا ده هنا بقى مش يجوز هنا واجب انك تجيب لي اتنين مرة مسنة ومرة جمع لانه محدد ليش هو عاوز لغير الواحد يعني مسنة وجمع يعني يا معلمان تمتع بالرفق ويا معلمون تمتعوا بالرفق طيب معلش سامحوني ان انا اسألكوا السؤال ده معلش بس دقيقة هي برضو يا معلمان ليه ويا معلمون ليه هنا خط وهنا خط انا ليه ما قلتش يا معلمين وقلت يا معلمين انا قلت يا معلمون وقلت يا معلمان من ضمن الاسئلة ونعتبر ان ده كله كان مراجع على مين على المنادة ما هو انا بالنسبة لي بصيلي بقى انت كده يعني شباب المرحلة اللي انتوا فيها واللي احنا فيها كثيرا نعم شكرا